يعيشون في أغنى بلدان المنطقة لكنهم يحملون مسؤوليات وهموماً وعباءً من فكة تعصف بحياتهم هم العراقيون الذين حاصرهم الفساد والتقصير والإهمال الحكومي لعشرات السنين حتى باتوا مضرب مثلاً فيما يكابدونه من أزمات من الصباح اليوم جاء من جسر ديالة عمود ألفين دينار ومتان أبو المحل وما جاء يفتح والله شنو يقول الحظر من يعيشنا الحظر والله تعذبنا في هذا الشارع يعني تجي من الصبح الي هسه هنا هسان هاي من الصبح الي هسه على هالدارف هذا وجايت أنا ممعلي يقوله والله حظر أبو الحرس ما يخليني من السوال وجاي بها 6-8 جسر ديالة اللي هنا هذا الحظر دمرنا لعب نفسنا الله وقيلك يعني نشتغل حمال بهاليومين يعني اللي ديطوها حظروا إحنا كان شغلنا الخميس والسبت أكثر شي إسه صارت لا خميس لا سبت لا جمعان يعني دمرنا دمر شامل هاي وعدة ثنين الله وقيلك نركض على العيشة نركض من الصباح للليل يا دوب انطلعنا العلاقة في واقع آخر يعيش الكثيرون أوضاعا مأسوية فاقمتها إجراءات الإغلاق الحكومي غير المدروسة في مواجهة فيروس كورونا منهم من يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج لأدوية كثيرة ومنهم من تلاحقه كوابيس أجار منزله وتنغص عليه حياته ومنهم من لا يمكنه توفير الحليب لأطفاله العيشة يا خالي صعبة اليوم وإحنا حماميه لبهاتنا نستلقى من الصباح نجي واي مننا حضر التجوال وهي تدري عوال ما تلحق حماميه لهم من الصباح لحدنا نباوة هاي ملابس نشوفها كل 15 يوم نجد نشتره شي شي ما أجيب وشي السوي والأجارات كسر ظهرنا كثر شي دمرنا الدمر يا خالي يعني وين نتواجه هنا وين نروح ما ندري والوكيل يقول لك ما لشي الله عندك تدفع تدفع ما عندك تدفع فرغ للبيت واطلع اليوم قبل باشر إذا السوق معزل وماكو عالق ومنين راح تلم جاراتك في وجه مظلم آخر من وجوه مقاسي العراقيين يشكو هؤلاء التقصير الحكومي في توفير الخدمات لهم حتى باتوا مضطرين لخدمة أنفسهم في وقت يفترض أن يقضونه في تأمين متطلبات معيشتهم القاسية عيشة صارت كل شي صعبة بالعراق البلدية شبه معدومة نسبة الخدمة تأديها يعني 50% فالعصرية تبقى نفايات الحظر أثر علينا بكل نواحي الحياة يعني من ناحية المعيشة من ناحية السكن من ناحية كل شي ما أثر علينا الحظر ويعيش غالبية العراقيين حياة غاية في الصعوبة في ظل تزايد نسبة الفقر والبطالة والارتفاع الضخم في الأسعار وعجز الحكومة عن تقديم الخدمات للمواطنين الذين بات الألم والقهر والحاجة رفاق دربهم منذ سنوات طويلة